بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في منتدى الشورى والوحدة والعدل بحثنا في سلسلة من المواضيع في أدت حلقات حول الموقف من الصحابة وقلنا أن كثيرا من الخلافات الجوهرية والأساسية كانت بين المسلمين في السابق قبل ألف عام ولكن هذه الخلافات الجذرية زالت ولم تبقى إلا مخلفتها وبعض آثارها وهي لا تزال تثير تفريقة بين المسلمين من ناحية هناك من يعتدي على الصحابة الكرام على كبار الصحابة ويسيء إليهم وينتقدهم بشدة إلى حد التفسيق يعني القول بالردة أو مثلا النفاق وما شابه وفي نفس الوقت هناك تضخيم لبعض الصحابة ليس من السابقين الأولين ولا من المهاجرين ولا من الأنصار ولكن بعض الصحابة الذين اقترفوا بعض الذنوب والأخطاء والجرائم حتى الدفاع عنهم دفاعا مستميتا وأي واحد ينتقدهم أو يقرأ تاريخهم أو مثلا يحاول أن يحلل أعمالهم يتهم بالكفر والزنطقة والخروج عن الإسلام وهذا نوع من التطرف أيضا وهو يشق أصائل المسلمين على قضايا تاريخية شخصية فلان واحد كان مثلا خوش آدمي ولا مو خوش آدمي قضية تاريخية شخصية لا تمس العقيدة ولا تمس الدين ولا تمس العمل الصالح ولكن البعض يجعل منها قضية هذه جوهرية ويبتعد عن أخوانه المؤمنين ويكفرهم الآن لأنه هو يدافع عن شخص معين بالتاريخ هذا أيضا ممعقول ومو صحيح أخي يقول أريد أن أرسلك رسالة أرسلها هنا يا أخي العزيز وفي أيضا تلفون وواتساب يمكنك ترسلها على الواتساب أمامك الواتساب موجود فإذا نحن نتابع الحلقة الجديدة موقف أهل السنة أو الحنابلة بالحقيقة لأن كلمة أهل السنة كانت تطلق على الحنابلة لا تطلق على جميع من يسمون أهل السنة اليوم تحدثنا في الحلقات السابقة عن الرؤية القرآنية لتقييم الناس سواء كانوا أنبياء أو صحابة أو أهل البيت أو ناس عاديين القرآن يقيمهم على أساس الإيمان والعمل الصالح لا يقيم الناس على أساس القرب من هذا أو ذاك ورؤية هذا النبي أو ذاك لا يوجد قيمة أساسية بالإسلام إنما هي بدعة بالحقيقة بدعة تدعى السياسيون وروجوا لها وجعلوها جزء من الدين يعني وأيضا ما ترتب على ذلك أن هؤلاء الصحابة كلهم أدول فكل ما قالوا هو صحيح كل ما رووا روايات عن النبي قال رسول الله يعني صار مئة بمئة قال رسول الله مو أنه يدول يكذبون أو كانوا وعا صلاطين أو يؤلفون روايات لا هذا ما يصير فلذلك هناك موقف من أهل الحديث الحنابلة أو السنة أنه كل ما رووا إذا صحابي قال كلاما يعني هذا مئة بمئة صحيح صار بعد كأنه عيقراني نحاول نبحث هذا الموضوع ونفكك أنه هذا موقف قرآني أو قايم على السنة والعقل أم لا اجتهاد اجتهاد سياسي وقد يكون بدعي أيضا في نفس الوقت فما يجز إحنا نتمسك فيه إلى أيوم القيامة في الحلقة الماضية قدمنا بعض التأويلات لبعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث اللي بنى عليها الحنابلة الموقف من الصحابة أنه كل الصحابة زينين وعدول وما شابه نتيجة لتلك التأويلات التعسفية في الحقيقة لبعض آيات القرآن وبعض الأحاديث اشتهرة عندما يسمى بأهل السنة أي الحنابلة أن جميع الصحابة عدول جميع معدول أي واحد شاب النبي صار عادل أوتوماتيكي يعني لا يحتاج النقاج قال ابن الصلاح وهذا فالشي غير معقول يعني واحد شاب النبي حضر إيمانه جد كان عقيدة بالإسلام جد كانت مثلا فقط شاب النبي بسمع أو كذا أوتوماتيكيا بالسحر ساحر صار هذا يعني عادل و راح تخرج الجنة بغض النظر عن العمل الصالح أو الجرام التي يقترفها قال ابن الصلاح للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم خلص بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة وما يدعي الإجماع المطلق يقول إجماع من يعتد به من إجماع الفقهاء إجماع الحنابلة إجماع الحديث إجماع السنة كيف؟ المهم أما القرآن والسنة فهذا مصحيح لأن استعرضنا القرآن لا يعدل الصحابة بصورة مطلقة وحتى الأنبياء الله يربط نجاحهم وذهابهم للجنة بالعمل الصالح ليس أنه فقط صار النبي يعني هذا صار مئة مئة راح يذهب للجنة حتى لو اقترف الجراعيم مثلا لا سمح الله ولكن شوفوا هاي النظرية اللي استخلصوها أنه خلاص صار معدلين وقال ابن كثير الصحابة كلهم عدود عند أهل السنة وجماعة يسأل من أهل السنة وجماعة هو يعرف من نفسها لما أثنت الله عليهم في كتابه العزيز لما أثنت الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت فيه السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم لأن ذلك أدود طيب القرآن الكريم في نقاش أنه يدل أو لا يدل والأحاديث النبوية صحيحة أو مصحيحة أو مؤلفة بعدين هذا من في النقاش ولكن يغضون الطرف عن هذا النقاش وقال ابن بطة أنه يشهد لجميع المهاجرين والأنصار في الجنة والرضوان يقول عن المهاجرين والأنصار ليس كل من رأى النبي ثم ترحم على جميع أصحاب رسول الله صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم حتى لو سووا انقلاب عسكري حتى لو اغتصبوا السلطة حتى لو ورثوا الحكوم حتى لو قتلوا الأبرياء صبرا فنحن نمشي عليهم على آثارهم وين الدين وين صار الدين وين صار صار هو صحابة وعمر الصحابة هو دين فالدين وين راح يروح وأن الحق في كل ما قالوا والصواف فيما فعلوا بعد ما في انتقاش يعني كل ما ما أسمى يعني معصومين صاروا أنه الحق في كل ما قالوا والصواف فيما فعلوا هذا في كتاب الإبانة على أصول السنة والدياني صبحة 263 وينقل طبعا هذا الحميدي أدت نصوص وقال أيضا البغوي في تفسيره قال جميع أصحاب رسول الله في الجنة محسنة ومسيئة وما كان شيء بعد اسم عمل صالح سووا خطأ قتلوا ذبحوا كذبوا وما سووا وما حق في الجنة بعد هذا ما في نقاش ما شكلام غير ما أقول أبدا ويقول الحميدي بعد ما يجيب نصوص عديدة يعلق عليه يقول هذه هي هو طبعا حنبلي من الخيار السلفي يقول هذه عقيلة أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول فلا يسأل عن عدالة أحد منهم يا بهذا الحديث مو معقول معقول يعني ربما الحديث كاذب هذا الذي يكذب هذا صحابي لا صحابي ما يكذب فلا يسأل عن عدالة أحد منهم بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسول الله ويكفي في هذه المنزلة منزلة الصحبة المنزلة العالية الشريفة التي لا يبلغها من بعدهم حتى لو عمله ما عمله في ذلك فالطاعن في عدالة الصحابة أو بعضهم طاعنهم في دين الإسلام شنو الارتباط بينه واحد ينتقد في الصحافة ينتقد معاوية يقول له أنت مثلا أخطأت في عمل كذا في الخروج على الإمام علي مثلا أو في التوريث هذا صار طعم في الإسلام ليش نربط الإسلام بالأشخاص والذي نسميهم صحابة ومهما عملوا خلص هذا صار أنت قعد تطعم بالإسلام هذا يسبب تفركة بين المسلمين يسبب عنف أن واحد إنتقد أو راجع أو بحث أو كتب أنت صرت صنديق صرت كافر رجز عن الإسلام قعد تطعم بالإسلام وبناء على ذلك اتخذوا موقف آخر وهو السكوت عما شجرة بين الصحابة ووجوب المحبة والثناء والإستغفار لهم خلاص وبناء على تلك الآيات والأحاديث يتخذ أهل السنة موقفا إيجابيا من أموم الصحابة بغض النظر عن كل ما جرى بينهم من أموم يقول الشيخ عبدالله السعد كثر كلام أهل الألم بالأمر بالسكوت تعم ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم بل نقل الإجماع على ذلك نقل الإجماع هو السمو متأكد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصر وشامل وإمن فكان من مذهبهم الترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله والكفح عما شجرة بينهم طيب هذا موقف ناس معينين في جير معين لا يعني أنه هذا الموقف مبني على القرآن الكريم وآيات صريحة ولا أنه اجتهاد من عدهم قلت ودليل هذا قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم كل واحد يعني صحابي هذه الآية تسمي كل صحابي أو السابقين الأولين من المهاجرين والعنصار ويحتجون بموقف أمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا سئل وكان أمر إذا سئل عن صفين والجمل قال أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه لا أدخل لساني فيه أنا ما أخصني فيهم طيب هذا أيضاً اجتهاد من عنده وموقف من عنده لأنه هو إجه ستين سنة كان معاوية ومن بعده من الأمويين يلعنون الإمام علي بن أبي طالب على المنابض فأجي منع هذا اللعن وهو كان محسوب على الأمويين فقال لك أمر نسكت عن الموضوع وكتب أحمد بن حنبل لمسدد بن مسرهد فقال له مما قال والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله وهي مساوئ لكن يقول أننا لا نسكت عنها والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما شجرة بينهم ولا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفر مقاطعة طيب ليش ما تكون أنت من أهل البدع بهذا الموقف هذا موقف بدعي فهل تقبل أحد مثلاً يقاطعك أو ما يجالسك ولا يناكحك ولا أي شيء هذا موقف اجتهادي ليش هالعنف اللي ترتب عليها وقال ابن قدام المقدسي في لمعة الاعتقاد ومن السنة الكف عن ذكر مساوئهم عندهم مساوئ بس نحن نسكت عنهم وما شجرة بينهم واعتقاد فضلي ومعرفتي سابقتهم ونأول كل جرائم اللي سووه والمساوئ نأولها نقول نيتهم صالحاً شاء الله وقال ابن تيمية في العقيدة الواسطية ويمسكون عما شجرة بين الصحابة ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح والصحيح والصحيح فيه معذرون نقول لهم سأكون أخبار يعني كذب وصحيحة وكذا والصحيح فيه معذرون نؤذرهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون امتهي الموضوع فكل مساوئهم صفر نائف وقال الأشعري في الإبانة اللي هذا مشكوك في نسبته إليه فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم فإنما كان على تأويل واجتهاد وعلي الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد وقد شاهد لهم النبي بالجنة والشهادة فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهم كان على تأويل المجتهاد مو كان طمع بالسياسة ولا انقلاب على الخلافة ولا شيء هذا تأويلات بسيطة يعني وكل الصحابة أئمة مؤمنون غير متهمين في الدين لا الدين هو مية صحيح وقال القاضي عياض في شرحي لصحيح مسلم ومعاوية من أدود الصحابة وأفاضلهم وما وقع من حروب بينه وبين علي وما جرى بين الصحابة من الدماء فعل التأويل والاجتهاد وكل يعتقد أن ما فعله صواب وسداد طبعا كل الحروب في العالم ماكو واحد يقول أنا على خطأ وأنا مشتبه لا يقول أنا الحق معايا لماذا فقط الصحابة يعني وقال الإمام النووي فضيلة الصحبة ولوللحظة لا يوازيها عمل ولا تنالوا درجتها بشيء والفضاء لا تأخذ بقياس ذلك فضل الله يعطيه من يشاء بس احنا ما رد نحكم عليهم هم بالجنة ولا بالنار ولا درجة فضله مزيد الكلام أنه سلوك معين مبدأ معين كلام معين قد يكون معارض للقرآن الكريم معارض للعقل نعتبر هذا جزء من الدين ونأخذ من عدهم ونمشى على طريقهم أو لا نتوقف ونقول لهم كلام في شك في ريب يعني فبعدنا قعدوا هذا الموقف وأسسوا له يكفرون من يسب الصحابة ومن هنا فإن أهل السنة اتخذوا موقفا سلبيا عنيفا ضد كل من يسب أحدا من الصحابة سواء كان من الشيعة أو من غيرهم واعتبروه رافضيا وربما كانوا يعنون بالسب حتى مجرد النكت هذا أخطأ مثلا لم تقعد تسب أنت قعد تشهين الصحابة قعد تخرج من الدين فقد أخرج ابن عساكر عن الفضل ابن زياد قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حمد وسئل عن رجل انتقص معاوية قال ليش معاوية سوى الحرب مثلا وعمر ابن العاص أي وقال له رافضي شنسمي هذا الرجال اللي هو موشيع يعني بس انتقص معاوية قال إنه لم يشترق عليه معاوية إلا وله خبيثة سوء هذا إنسان خبيث ما يبغض أحدا من أصحاب رسول الله إلا وله داخلة سوء إيش لو عرفت يا الشيخ أحمد بن حمد كيف عرفت ذلك أنت قاعد تحاكم الناس على نواياهم وقاعد تتهمهم بلا دليل وعندك موقف سياسي معين من جماعة معينين فباعد تحكم على الناس الآخرين دولة دينهم باطل وخبثاء ومغرضين وقال عبد الله المبارك معاوية عندنا محنة يعني مادة امتحان فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا بس يشده شزرا على معاوية اتهمناه على القوم على كل أصحاب محمد جاي هذا جاي سيب كل أصحاب محمد بس نظر ما قال شيء بس نظر شزرا إلى معاوية احنا بسرعة نحن نتهمه أنه هذا ليسيء لكل الصحابة وقال رجل لأحمد لي خال ذكر أنه ينتقس معاوية وربما أكلت معه فقال أبو عبد الله مبادرا لا تأكل معاو زي أنت تسوي مقاطعة بالمجتمع الإسلامي واحد عند رأيي قال فاتكلام ليش تسوي قطيع بين الأرحام وبين المسلمين شوية لازم عندك تسامح شوية عندك وسأ صدرك أنت لقيت وسأ صدرك على الصحابة وعلى المنافقين من الصحابة وكلهم يدخلهم مغفور لهم ونواياهم طيبة وراح يرحون للجنة وواحد مصلي مثلا شوية انتقد فرد صحابي انتقد معاوية في طرف مثلا ما يكون داعي حتى هذا مو أحمد بن حنبل الآن جماعته حتى الآن نفس الشي يعني يصيرون يكرهون الناس ويعادوهم ويقاطعوهم وكتب أحمد إلى عبدوس بن مالك عن أصول السنة فقال من أصول السنة اللي هو رتبها وهي بعضها بدأ وليست من السنة حقيقة يسموه سنة ومن انتقس واحدا من أصحاب رسول الله أو أبغبه بس ما انتقس بس بقلبه ما كان يحبه أبغبه لحدث كان منه معاوية قتل حجر بن عدي الصحابي الجليل وجماعته صبرا مسكهم وكتفهم وذبحهم عشرة في مرجع أذراء أنه ليش سوه هذا الفعل هذا بغض المعاوية ما حبه أو ذكره مساويه عنده مساوي وذكرها هذا صار مبتدع يقول كان مبتدعا ما يكفي الشكل حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما حتى بقلبه لازم يحبهم ما يصير بغضهم ما يصير يكرههم قال منين جبتها شلون دين هذا لا موجود بالقرآن لا موجود بالسنة لا موجود بالعقل لا موجود بالإجماع ويقول لك هذا من السنة من أصول السنة من أصول البدعة وليست من أصول السنة وذكر الخلال في كتاب السنة عنده يقول أخبرنا أبو بكر المرودي قال سألته أبو عبد الله يعني أحمد محمد عمن يشتم أبو بكر وعمر وعائشة قال ما أراه على الإسلام قال وسمعت أبو عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي ليس له سهم أو قال ليس له نصيب في الإسلام طبعا هذا عمل خاطئ ومو صحيح ولكن واحد عنده شبه الناس الخوارج كفروا الإمام علي شبه أدوه ما صارت إمام علي ما كفرهم ما قال ذلك خرجوا من الإسلام قال ذلك أخوتنا بغوا علينا فليش احنا الصحابة نفسهم ما غن نعتبرون هذا يعني واحد له شتم واحد أو سب واحد أنه يدي يسب الإسلام لا هو فالشيء ممفصل عن الإسلام قد عمل سواء حقيقي ولا وهمي مثلا بعض الشيعة الذين يعتقدون أن مثلا أو بكر أو أمر اقتحموا بيت الزهراء وكسروا ظلع وأسقطوا جنين هذا شيء وهمي محقيقي وبناء على ذلك قد ينفع الواحد ويسب أو يلعن هو مو دي عاد الإسلام مو دي حارب النبي محمد أو دي يكفر بالإسلام دي يستور هذا الشخص قام بهذا العمل الوهمي في دينه وهو من حبه للإسلام حبه للبيت يتخذ موقف عنيف وهذا مو صحيح ولكن أنا مو أيدة ولكن أقول ما يجي نقول هذا صار يعني ليس له نصيب في الإسلام مثلا هذا عنف عنف وتكفير يؤدي بناء إلى التكفير ويؤدي إلى القطيعة والفرقة بين المسلمين وقال أيضا أخبرني عبد الملك ابن عبد الحميل قال سمعت أبا عبد الله قال من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافق صار الكفار ثم قال من شتم أصحاب النبي لا نأمن أن يكون قد مارك عن الدين أصلا هذا شتم أي إنسان مصحيح الشتم الصحابة مصحيح والشتم والإساء إلى أي واحد مصحيح بس ما نجي إحنا نضخم المسألة ونربطها بالدين وهذا قد مارك عن الدين صار كافر يعني هو قصص كثيرة وروايات كثيرة هو يرويها الأخ الحميدي يقول سألت أبي عن عبد الله ابن أحمد بن حمبل قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي فقال ما أراه على الإسلام وقال أحمد بن حمبل إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله بسوء فاتهموا على الإسلام يقول دينك أصلا أنت باطل أنت ممسلم وقال أبو زرع الرازي إذا رأيت الرجل ينتقس أحدا من أصحاب النبي أحد واحد فأعلم أنه زندير حكم عليه صار زندير وقال أسحاك بن رهوي من شتم أصحاب النبي يعاقب ويحبز وقال القاضي أبو يعلى الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر وإن لم يكن مستحلا لذلك فسق ويخف في الدرجة وقال ابن تيمية من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله إلا نفر قليل لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عمتهم فلا رأيبة في كفره بس ما يحتمل ابن تيمية أن هذا عنده شبهة مثلا وخلي شوية ننظر في شبهته ونشيل الشبهة عنه لا خلص هذا فلا رأيبة في كفره صار كافر وطبعا ابن تيمية كما تعرفون رأسا جر السياف ويقتع رأسا وقال ابن عابدين من سب الشيخين أبا بكر وعمر أوطعنا فيهما كفر ولا تقبل توبته وبعد هذا أصلا توبته ما تقبل هذه مواقف يعني علمواء أهل السنة أو الحنابلة بالخصوص ولا غرابة بعد ذلك بأن يتساءل الشيخ الحميدي قائلا فهل بعد هذه الآيات التي بين ربنا فيها الرضاه وتوبته على هؤلاء الصحابة يتجرى على سبهم إلا كافر كالرافضة أو زنديق أو مبتدع ضال طبعا هنا صار بيخلط الآيات ما تقول للصحابة ما يقول الله كل الصحابة صاروا كلهم خوش عوادي هو لا إذا أنت تقادت واحد من عندهم فأنت صارت كافر وزنديق ومبتدع ضال ولا يكتف الحميدي بالهجوم على من ينتقد معه وإنما يشن هجوم على من يطعم في إسلام أبيه أو يشك فيه أبو سفيان اللي حارب النبي إلى فتح مكة وأسلم يعني تحت السيف ويقول من طعن في إسلام أبي سفيان أو شك فيه شك حتى وشك هذا معقول لأبو سفيان أسلم حقيقتين لو أسلم تحت السيف أو شك فيه فهو ظل عن الصراط المستقيم مخالف لإجماع الأمة يا أمة والنصوص الواردة في ذلك وقد شهد مع رسول الله حنين وسمى الله من كان مع النبي ومن حنين مؤمنين قال تعالى لقد نصركم الله في مواطنة كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض لما رحبتم وليتم مدبرين يعني شوفوا هالآيات العامة المطلقة يعمموها والاستثناءات الموجودة بالقرآن أيضا يهملوها ويغضون الطرف عنها حتى يعدلوا جميع الصحابة جميع من رأى النبي ولكن في نفس الوقت خلنشوف هذا موقفهم مطلق يعني ضد كل واحد يتكلم على الصحابة أو لا بس اللي يتكلم على معاوية أما لو واحد يتكلم على إمام علي أو يتكلم على أبو ذار أو يتكلم على عمار أو يتكلم على لا هذا حلال جائز هذا يسبوه لعنوش مو مشكلة يعني الانتقائية في التكفير ومن الواضح أن النظرية السنية حول الصحابة جعلت منهم مادة دينية رغم أنهم بشر ليس جزء من الدين هما في حين أنهم لم يكونوا يشكلون جزء من العقيدة الإسلامية ولكن تبلور تلك النظرية في وقت متأخر خاصة في القرن الثالث النجري جعل موضوع الصحابة أهم فاصل بين المسلمين الذي ينتقد الصحابة يصير زنديق والذي يجب يحب الصحابة حتى في قلبه حتى المنافقين منهم حتى المجرمين ورغم أن نظرية تعظيم الصحابة إلى تلك الدرجة التي ترفعهم إلى درجة الأصمة وحتمية غفران الله لذنوبهم وإدخالهم من جنة كلهم وعدم دخولهم من ناعر هذه كانت نظرية حادثة اجتهادية في القرن الثالث الهجري إلا أنها شوفوا المصادر التي تذكرها كلها فيها القرن هذا بينما نحن شفنا الصحابة نفسهم ما كانوا يعرفون هذه النظرية التابعين ما كانوا يعرفوها ولكن بعدين وراء 200-300 سنة نشأت هذه لظروف سياسية وصارت كأنه هذه حقيقة دينية مطلقة إلا أنها لم تكن تستند إلى نص صريح من القرآن الكريم وإن كانت تؤول بعض الآيات ولكنها كانت تغفل آيات أخرى مقيدة للأولى التبدح الصحابة أو مخصصة لها أو حتى مناقضة لها لبعض المفاهيم وكذلك لم تكن تستند إلى نصوص نبوية قطعية ومتواترة ما عدا بعض أخبار الأحد الضعيفة والمشكوك فيها ولكن نحن نسويها أقيدة الأخبار الأحد الضعيفة والمشكوك فيها نجعل منها أقيدة وفاصل بين المسلمين وانفرق بين المسلمين ولم يكن يوجد حولها إجماع خاصة في الجيل الأول ومع ذلك فإنها شكلت مادة للحكم على كثير من المسلمين بالكفر والضلال وغطت على كثير من القواسم المشتركة الرئيسية بينهم ما يعترفون هؤلاء مسلمون موحدون يصلون يصومون يحجون يجاهدون في سبيل الله كل هذا مهم مادام أنت انتقذت فلان ابن فلان فانت صرت زندية كافر وبما أن التاريخ كان يشكل شاهدا مزعجا دائما للنظرية السنية حول الصحابة فإن السنة كانوا ذول الشيوخ السنية فإن هؤلاء كانوا يحاولون التخلص من التاريخ بأي وسيلة أو إخراجه بعيدا عن قاعة المحكمة أصلا التاريخ خلنا نعزل التاريخ نسكره حيث كان يتم التصريح باستمرار بضرورة الكف عن النظر والتفكير في أحداث الفتنة وإغلاق ملف الصحابة بخيري وشريه طبعا وحد يظل يجتر أحداث الماضي أيضا هذا فالشيء خطأ يعني نحن نظل نعيش على ماذا فعله فلان أو فلان هذا مو صحيح نطوي هاي صفحة بس مون كفر من يناقش أو يبحث أو يقرأ أو يدرس الموضوع أو العمل من أجل تأويل ما قام البعض به من أخطاء ويحاول بعض أئمة السنة قراءة التاريخ بشكل انتقائي وإعادة كتابته من جديد كما فعل الإمام أحمد بن حبد الذي كان يرى أصبعيه في إذنيه في قاعة درس التاريخ حتى لا يسمع ما لا يعجبه بس واحد يتحدث في الحديث معين ما يشوف هذا حديث ما هذا صحيح لم صحيح لا رأسا يخلي صعبعه في إذانات حتى لا يسمع ثم يقوم بكتابة ما يحل له بعد ذلك يقول أبو بكر الخلال في كتاب السنة أن أحمد بن حبل كان يقول ما يعجبني أن يروي الرجل حديثا فيه على أصحاب رسول الله شيء أصلا ما يعجبني هذا الحديث ولا أريد أسمعه قال وإني لأضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله شيء أصلا حديث كله أضرب ما أشوف وقال أخبرني العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إبراهيم أخو أباني بن صالح قال كنت رفيق أحمد بن حبل عند عبد الرزاق قال فجعلنا نسمع فلما جاءت تلك الأحاديث التي فيها بعض ما فيها قام أحمد بن حبل فاعتزل ناحية فأره بعيد وقال ما أصنع بهذه فلما انقطعت تلك الأحاديث فجاء فجعل يسمع ما مستعد حتى يسمع الأحاديث وينقل عن عبد الرزاق أحمد وخلف ورجل آخر فلما مرت أحاديث المثالب وضع أحمد بن حبل إصبعيه في إذني طويلا حتى مر بعض الأحاديث ثم أخرجهما ثم ردهما حتى مضت الأحاديث كلها أو كما قال ورغم ما ينقل عن بعض شيوخ أهل الحديث من التكفير والتبديع والمقاطع لمن يسب أو ينتقد الصحابة فأنهم لم يكنوا يلتزمون بهذا الموقف أحيانا أو يلتزمون به انتقائيا حيث لم يكفر أحد من أئمة أهل السنة الأمويين الذين كانوا يسبون الإمام علي على المنابر لمدة ستين عاما وكذلك لم يكفر أحد منهم الخلفاء العباسيين الأوائل الرافضة الذين كانوا ينتقدون أبا بكر وعمر وعثمان أوائل الخلفاء العباسيين ما يجبون اسمهم يخافون من أدهم وقد أدى ذلك إلى نشوء حالة من اختلاط القيم كما في حالة الترذي على الصحابي حجر بن عدي وقاتله ظلما معاوية رحم الله رضي الله عن حجر بن عدي سيدنا هذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضي الله عن الذي قتله معاوية سيدنا معاوية رضي الله عن لأنه رفض سيدنا علي بن عبي طالب رضي الله عن رضي الله عن القاتل المقتول كلم رضي الله عن حسب ما تقول هذه العبارة التي توجد على قبره إلى اليوم ويمكن ملاحظة التناقض والانتقائية بوضوح في سياسة الخليفة العباسي المتوكل المتشددة تجاه من سب الصحابة إذ يقال أنه ضرب شخصا ألف صوت حتى الموت وأمر بإلقاء جثته في دجلة بلا صلاة بتهمة سب الصحابة ولكنه شخصيا لم يكن يتورع عن سب الإمام علي والاستهزاء به والصخرية به في مجالسه أمام الناس حتى أجي ابنه استنكر ذلك وحتج قال له هذا ابن عام علي ليش تسخر من عنده وتستهزي وتشرب خمر وتسهر عليه وعدين قتل أبا ومع ذلك كان الإمام أحمد بن حنبل يعتبره ناصرا للسنة هذا المتوكل ناصر للسنة ويسب الإمام علي كيف يصير هذا وكذلك في الموقف المتردد من يزيد بن معاوي صحابة يزيد ليس صحابي مع ذلك لزقو بير في الصحابة الذي قتل الحسين وأهل بيته في كربلاء وأغار على حرم الرسول في المدينة منورة وقتل الآلاف من سكانها بما فيهم العشرات أو المئات من الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم الأخيار في وقعة الحرة الشهيرة والترضي على يزيد بن معاوي بحديث مختلق حديث أخبار مختلق يشهد له أو لمن غزع بالمغفرة أي واحد يغزو فلان غزوه هذا الله يغفر له دمبه كل الجراء مسواه يزيد يمحوها بحديث واحد ولا يجد الذهبي مثلا مبررا لإدانة يزيد بن معاوي على جرائمه الكثيرة المنكرة فيقول مثلا ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه مسكين يعني هذا من حبه بس من سبه معه ويحاول أن يخفف من جرائمه بمقارنته بملوك بملوك آخرين من بني أمية وبين العباس أشر منهم يعني هل تمحو جرائم الآخرين جرائم يزيد ويقول إنما عظم الخطب بالنسبة اليزيد بكونه ولي بعد وفاة النبي بتسعن واربعين سنة والعهد قريب والصحابة موجودون كابن عمر الذي كان أولى منه بالأمر ومن أبيه وجده بس يعني هما تبرر لك أمل يزيد مثل ما الآن الحكام شوفوا الحكام الموجودين عندنا مهما اقترفوا من جرائم وقتل وحروب ومذابح شوفوا وعاظ السلاطين دائما يبررون أعمالهم وكان موقف الذهبي هذا امتدادا لموقف الفقيه الحنبلي عبد المغيث الحربي الذي صنف كتابا في منع لعني يزيد ما يسير واحد لعني يزيد ممنوع ألف كتاب على موضوع ولكنه بالطبع لم يكن يمثل موقف عامة السنة أو الحنابل حتى الذين وجد فيهم من يجاهر بلعني يزيد كأبي الفرج ابن جوزي الذي صنف كتابا في الرد على الحربي اسماه الرد على المتعصب العنيد المانأ من ذم يزيد واستمرار لذلك الموقف السلبي من الشيعة ومن كل من ينتقل الصحابة تقوم اليوم حملات إعلامية مضادة للشيعة الروافط كما يسموهم تكفرهم وتبدعهم وتضللهم وتعتبرهم خارج إطار الإسلام والمسلمين وترفض أي لقاء معهم لماذا؟ لأن بعض الشيعة مثلاً وليس كل الشيعة طبعاً بعض الشيعة مثلاً ينتقدون بعض الخلفاء أو بعض الصحابة بالرغم من أن كثيراً من الشيعة المعاصرين لا يعرف من التشيع إلى الإسم وقد لا يتخذ موقفاً ذلبياً من أي صحابة ولا يفقه كثيراً بصراعات التاريخ القديمة ولا يشفع للشيعة أنهم يؤمنون بالله الواحد وبرسوله وباليوم الآخر هذا ما يكفي لذول الناس طلع واحد من أجهم اثنين ثلاثة عشرة مية قالوا كلاماً معينة انتقدوا بعض الصحابة أساءوا وإلى بعض الصحابة فكل الشيعة صاروا كفار وزنادقة وخارجين عن الإسلام ولازم نقاطعهم ولازم نحاربهم هذا موقف سياسي طبعاً للحكومات الحكومات عندما تشن حروب على جهة معينة تستغل هذه القضايا الجزئية والهامشية وعندما تتفق وتتعاون وتتحد مع مثلاً ينسون كل هذه الأشياء نتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة عن موقف الشيعة من الصحابة الموقف الشيعي الإيجابي الأول والموقف الثاني ولماذا تحول هذا الموقف والموقف الأخير المعاصر انتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة